موسيقى موسيقى المعتقلين جميعا ليس عن الشيخ ممدوح فقط ولكن عندنا يا أحرار العالم يا أصحاب الضمائر الحية يا أصحاب منظمات الحقوق الإنسان يوجد في سجول مصر الآن واحد واربعين ألف معتقل هذا المعتقل هذا المعوق الشيخ ممدوح دخل سجن مستشفى العام في الزقاذير دخل المستشفى بالسجن ثلاث ليالي ثلاث أيام أربع وخميس وجمعة ويقول كنت أتنطط أتفطط على السرير كالعجل المتبوح والدكتور لم يسعفني كان يحتاج أكسوجين فقط كان عنده أزمة صدرية يحتاج أكسوجين فقط ولم يسعف هذا ليس أقول الشيخ ممدوح نريد تحسين الرعاية الصحية لكل المعتقلين وهذا حق شرعي وهذا حق أي مسجون في العالم جيش إسرائيل يتحرك كله لإنقاذ كلب كلب لجندي إسرائيلي وقع في المية طيران الإسرائيلي ذهب عشان ينقذ لهذا الكلب نريد الآن يتحرك العالم كله وأحرار العالم نناشدكم من هذا المكان من قرية العدوة ونقول لكم الآن نناشدكم تحسين أحوال الرعاية الصحية بالمعتقلين الأنسلين مش دخل عندنا في سجون مصر ألفين ألفين مريض يحتاجون إلى الأنسلين ممكن تؤدي إلى الغيبوبة ويموت إحنا سجون مصر الآن الموت البطيئ للمعتقلين نناشد العالم كله سجون المصر الآن سلخادات تعذيب لشباب الأظهر بيضمر في شبابنا يؤمر شباب الأظهر الآن أن يكون عراه في سجون مصر الآن عراه يفعلون البول أمام نفسهم يا نناشد العالم تهتك أعراض شباب الأظهر الآن هذه الانتفاضة نناشدكم نناشدكم يا أصحاب الضمائر الحية ليست الانتفاضة ربط حجر ولكن الانتفاضة تحسين أحوال المساجين ونقول والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون